ايه تاني التقوس اللي حسيت ان هي مختلفة عن العادات اللي احنا نعرفها طبعا الترحب الاستقبال فيه ناس بتستقبلك بفطور شوية يعني مايرحبوش بك قوي وفيه ناس زي العرب بيرحبو ويكرمو الضيف جميل جدا كرم الضيافة زي ما بنقول طبعا كرم الضيافة طبعا المصريين والدول العربية طبعا احنا اهل الكرم بس بس كده طيب عايزين نتكلم شوية عن فكرة الهدايا مثلا حداتك ذكرتي موضوع الهدايا انا النهاردة لما اكون مع زومة امتى اجيب هدايا وامتى مش مهم ان انا اجيب هدايا مثلا ولا كل عزومة لازم اكون جايبة هدايا وبتختلف الهدايا باختلاف العزومة يعني انا نهاردة رايحة جادرينج انا وبنات صحابي واحدة ساحبتنا عاملالنا مثلا قاعدة لزيزة هنتعاش مع بعض بالليل حاجات فنجرفود حاجات عادية يعني مش عزومة كبيرة هل لو بيت انا واخد عليه او واحدة قريبة مني انا لازم اجيب هدايا ولا لو مع زومة بقى مثلا عند حد معرفش قوي هو ده اللي لازم اجيب فيه هدايا يعني علمينا شوية قصة الهدايا دي انا بحب ان احنا نتهادة نتهادة فحتى لو انا رايحة عند واحدة صحبتي يا اما بكلمها وبسألها بقولها انا جاي لك تحب اجيب لك ايه او اشيل من عليك ايه صنف من اصناف الاكل اللي انت هتعمليها عشان اريحها اكلها في العزومة طبعا ممكن اجيب لها درينكس بتاعت اليوم اللي هنشربها ممكن اقول لها طب خلاص ما تعميش انت الحلوة انا اجيب معي حاجة حلوة انا اجيب معي الحلوة هعمل انا الصلطة ايوه وبنتفق احنا انا وبقيته الديوف كمان علشان ننصق لاني انا صدفت معي في العزومات كتير وبالذات في رمضان اني بيجيلي على السطار نفس الاصناف الديزيرت هي هي الحلوة هي بتبقى نفس الصلطة ايوه فبحب ان انا دايما انصق مع بقيته الضيوف على الهداية اللي انا هجيبها عشان من نجيبش كلنا زي بعضا من جيبش حاجة متكررة ده لو كلام ده لو احنا كنا اصحاب او را ايوه او را ايوه